كل البيوت النهاردة بتتكلم على حاجة مهمة جدا واساسية جدا ارتفاع الاسعار الزيت غلي السكر غلي الشاي غلي اللحمة غلي الفراخ غليت كل حاجة غليت واي مواطن النهاردة مرتبه مزدش من سنين او حتى زاد زيادات طفيفة جدا مش قادر ان هو يواجه احتياجات بيته احتياجات ولاده واسرته في ظل الارتفاع الكبير في الاسعار ده مش كلامنا ولا بس كلام الشارع ولكن كلام كمان الجهاز المركزي للتعباقة العامة والاحصى اللي بيؤكد ان احنا بنعيش في زيادة كبيرة جدا في الاسعار لاول مرة من ثلاث سنين ما شفناش المرحلة دي الا من ثلاث سنين تحديدا في سبتمبر 2010 كلام عن نسب واسعار لزيادات الدواجن لزيادات اللحوم وسلع مختلفة جدا كل ده بسبب التضخم اول حاجة عايزين نفهمها يعني ايه التضخم ايه التضخم ده اللي احنا بنعاني منه وازاي نتخلص منه وماذا عن الاجراءات اللي بيقوم بيها وزير التموين ووزارة التموين انه هيكون فيه سلع مخفضة الاسعار هتبقى موجودة في المجمعات الاستهلاكية هترجع طوابير الجماعية مرة تانية طيب هل السلع دي هتكفي حاجة كل المواطنين اللي كله هيسارع علشان يحصل على السلع المخفضة الاسعار ده هنوجهه للدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية والمستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الاوروبية سبع الخير يا فندم اما فيما يتعلق بسبت البيت الشطرة الوعية النصحة ازاي توفر او ازاي تدبر ازاي تدبر وجبات اليومها ولولادها ولأسرتها تلات وجبات او حتى وجبتين بفلوس قليلة في ظل الغلاء المستمر وده اللي هنتكلم فيه مع الحاجة ام عبدالله ربت المنزل ومن منطقة الهرم صباح الخير صباح النور حاجة ام عبدالله ازاي شايفة الوضع دلوقتي وهل بتعاني من الارتفاع في الاسعار اكيد طبعا اكيد يعني بدل مثلا ما بتعملي اكلة مستورة في الشهر مرتين تلاتة دولات بتعمليها مرة واحدة ايه بقى الاكلة المستورة الاكلة المستورة اللي تضم بروتين وخضر وصلتها وفكها اه بروتين يعني لحوم او فراخ اه الفراخ دلوقتي اه الكيلو بقى ب 18 جنيه البيضة دي الفراخ دي الفراخ الفراخ احنا اخر حاجة سمعنا انها وصلت ل 24 جنيه لا دي دي الحامرة اه دي دي حامرة اه يعني يقال انها بلدي هي مزارع اصلا اه انما الفراخ البيضة اللي الشعب كله بيستعملها ب 18 جنيه كانت كام الاسبوع اللي فات مثلا الاسبوع اللي فات كانت 16 16 اه 2 جنيه في اسموع اه وبعد كده عندك الفليه الفليه دوت يعني بتجيبي الكيلو الكيلو مثلا بي 2 جنيه بالمناسبة 15 في المية اه بس نبقى يعني النسب 2 جنيه من 16 يبقى 15 في اسبوع مثلا الفليه ب 42 جنيه 42 جنيه الكيلو الكيلو هتجيبي الكيلو فيه كم حتة يا دوب هي اصرة مثلا احنا اصرة 6 نفار هو الكيلو عشان انت هتأكلي بقى سمك بقى 18 جنيه اللي كان بقى 10 بقى 18 جنيه يعني في الاوقات دي كل شهور يعني 80 المية اللي فيها ريه دي بيبقى السمك فيها كتير ورخيص اللي فيها ريه 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 احنا في شهر مارس ابريل كل ريه ريه اه دي كلها بيبقى بيقولك ده موسم السمك يا سلام اه فبيبقى رخيص الشهور اللي فيها ريه فبراية عارس عبريل السمك بيكون فيها رخيص من اول من نوفمبر من نوفمبر ديسمبر يناير فبراية دي علاقه بايه فان 6 شهور الاجواء بتاعت المية جو الكويس بيقدر الناس تنزل تشترق بيصيده بيتقاصم موجود فبيبقى السمك كتير فبيقدر تشترق فلما يغلب في شهور الره يبقى في الشهور التانية اللي فيها بيتبقى حتى في شهور الره حتى في شهور الره السمك غادي بـ 18 جنيه كم بكام؟ لأ كان على يعني ما كنت يجيش تريه في الاوقات دي كان يوم ما يضربوا الدم بـ 12-14-11 ياه 8 جنيه مروا 8 جنيه دي؟ 8 جنيه على 80% 80% طبعا صعب انك لسه مش في التمني لسه في النسبة في النسبة وبعدين انت مثلا هتعملي كم كيلو لأسرة من 6 نفار لو كل واحد مثلا هتجيب السمكاء المتوسطة دي او كل واحد واحدة هتغلي كام 3 كيلو 3 في 18 بكام شوية رز شوية سلطة شوية دخلتي في الحيطة فبدأتي يعني التملي ايه بقى؟ تلغي بروتين بتلغي تقليلي منه؟ لا لا بتلغي بتستعملي بقى بايه؟ بايه؟ باللوبيا ايوه بالعاتس اه واخد بالك طب اللوبيا والعاتس اخبارهم ايه؟ غليو برضو غليو العاتس الاصفر ده كان بستة جنيه دلوقتي بتمانية ونص وبتسعة هم واخد بالك اللوبيا كانت بتمانية جنيه دلوقتي باربعتاشر وبخمستاشر فالعاتس الابو جيبة عشان تعمل شوية كشر يعني ايه الكيلو ب 12 جنيه هتجيبي عاتس وحتجيبي مقارونة حتجيبي رز يعني حتى الوجبات اللي ممكن تسميها مش مصطورة اللي هي ما فيهاش بروتين وعايزة تعواضي بها بروتين برضو ايوه محشوف اه مشاكل اعمل شوية مساقة عامل غير لحمة مفرومة ولا حاجة كيلو اللي بتنجان باربعة جنيه كيلو اللي بتنجان باربعة جنيه؟ هما يضربوا الدم بجنيه ونص هم اما تروحي دلوقتي بجيبي باربعة جنيه هتجيبي اتنين كيلو بتنجان نعم عندنا جدول بيقول ان البتنجان في يناير كان باتنين جنيه في فبراير كان باتلاتة اه دلوقتي في مارس باربعة اه باربعة جنيه كيلو اه انا بنزل السوق يوميا يعني والفلفل بستة جنيه بستة جنيه اه حتى جيبى نص كيلو من مثلا مع كيلو بطاطس ام مع ألف عيش بقى لأن العيش الاستثماري ده رغيف قدي كده بالزبط ورقتين فوق بعن أربعة بجنيه ما يكفوش طفل فهنا مش هتتكلمي حتى عروز هتتكلمي على عيش هتتكلمي بقى على العيش طب صنيت المساقة كده كلفتك كم دخلت في 30 جنيه أحسبها لك وكده من غير لحمة من غير روز من غير أي حاجة تاني أي كلام يعني واحد بيجيب واحد يأكله أي كلام طيب احنا بقى كل ما نتكلم مع السادة المسؤولين يقول لنا نعمل ايه التضخم احنا بنعاني من التضخم وكل شوية بيقول لنا التضخم لغاية ما المواطن نفسه تضخم يعني ايه تضخم تضخم باختصار شديد السادة المسؤولين انا يعني في حلول لأي مشكلة هو كونه مش عاوز يحل مشكلته هو انما مفيش حال الحلول موجود تضخم باختصار شديد الحاجة كانت بتاخد 1000 جنيه لو بتجيب كيلو الفراخ بـ 20 جنيه تبقى في اخر الشهر ليه انها تجيب 50 كيلو بـ 20 جنيه بقى بال1000 جنيه لو غلي دوت بقى بـ 25 جنيه يبقى الـ 1000 جنيه اللي كان بيجيب لها 50 كيلو هيجيب 40 كيلو يبقى كمية الفلوس سبتة زي ما هي والسلع والخدمات بتقل ده يعتبر عمل تضخم في الاسعار يعني كانت بتجيب كيلو البتنجان بـ 2 جنيه بقى بـ 4 جنيه لو كانت هي بتاخد مرتبها سابت دخلها سابت الاسعار بالزيد فيبقى السلع اللي بتحصل عليها بنفس الرتب قلت يعني كانت بديد 50 كيلو بتنجان بقى في الشهر الـ 100 جنيه جبولها 25 كيلو وانا نسيت اسأل حضرتك الدخلك بتشتغلي؟ لا حضرتك 6 بيت يعني بتعتمد يا علا ممكن اسأل حضرتك يعني معاشه كم؟ معاشه 824 جنيه 824 جنيه وماشاء الله حضرك عندك خمسة أولاد؟ اه خمسة واحد متجوز ومعاي بنتين وولدين ماشاء الله يعني مفيش غير هو عبدالله دوت اللي بيدرس معد على الدرسات متطورة بتدفعيله برضو مصاريف واخدبالك والحمد لله والحمد لله الولاد يعني بقين اشتغلوا اللي تتجوز واللي بيشتغلوا بيشتغلوا بكافيين نفسهم؟ طيب الحمد لله يعني ما بجيبش لبس ليهم هم بيجيبوا لبس وكل يعني مثلاً 825 جنيه دوبك للأكل يعني بتصرفي تقريباً كام؟ على 825 عشان بقى اكل طول الشهر وكهرباء وغاز تقريباً بتخشي كده في 2000 في 2000 جنيه اه لا ازاي طيب بتعملي كام واجبة في اليوم ست ام عبدالله يعني ثلاث واجبات ثلاث واجبات وبعدين يعني حتى العشاء البنات عمنا رجيم فهماني بيأكلوا زباد بيأكلوا حاجات اه لكن عندك صبيان الولد زي ما بيقوله الشاب في نشقه بيأكل حشو ده لازم تحشيه تبطليه اه لازم يأكل كويس اه لازم يأكل كويس الفطاره بيكون عامل ازاي؟ او الفطار بشكل عامل اه اه الفطار هو عندك سيد الصفرة الفول ايوا الفول غلي؟ الفول غلي كيلو بقى في 9 جنيه وبعد؟ كان؟ كان يعني في رمضان كان بستة جنيه بستة جنيه تلاتة جنيه اه تلاتة جنيه لخمسين في المية خمسين في المية مرة واحد اه فانتي بجيبه انا بجيبه ادمس اه اه انما مهما كان يعني بتدمس الفول لازم يقعدوا كل يوم يفتروا الفول حتى ما تخلص ده كمان وصل لعشرة جنيه يعني الفول البلدي اهو بالتسعة في يناير فبراير بالتسعة في مارس بعشرة جنيه طيب خلونا بعد اذنكم وبعد اذنكم مشاهدينا هنروح لسوق خضار في كفرة هرمص زملنا محمد سعيد هناك علشان ينقل لنا الاوضاع في سوق كفرة هرمص سواء من خلال الباعة اللي الناس بتتهمهم انه هم اللي بيغلوا الاسعار وبيعملوا المشاكل او من خلال ستات البيوت والرجال اللي بيقوموا بالشرة ورأيهم ايه في موضوع الاسعار محمد صباح الخير ايه الاخبار عندك في السوق؟ صباح الخير يا سيدة دينا بالفعل احنا دلوقتي في سوق في كفرة هرمص في الطلبية الحقيقة فيه رواب كبير جدا في سوق طبعا اغلب المواطنين الناس دين احنا في ساعات مبكرة من اليوم فاغلب المواطنين هنا وخاصة ستات البيوت الناس دين طبعا بيشترقوا حاجاتهم لليوم فطبعا معنا دلوقتي حاج سلامة واحد الباعة هنا في سوق الطلبية هو باعة خضار يعني الوجود عنده بعض الخضار فعايزين نعرف منه طبعا بعض الاسعار وكان فيه غلاء لبعض الاسعار او لا حاج سلامة طبعا سبعة خير في الاول وعايز اعرف منك رأيك في الاسعار يعني انبارح والنهاردة الاسعار عاملة ازاي؟ انبارح الفلفل الرومي واربعة ونص وانت شايف طبعا التسعير هنا ومن بعد الصورة زي ما انت شايف الجو واخبالك البطاطس بثين جنيه ونص البطاطس بثين جنيه ونص زي ما انت شايف واخبالك شايف كل حاجة في التسعير اي قدامك انا عايز اعرف يعني طبعا التسعيرها موجودة احنا شايفينها وبتبقى في الجورنال وفي كل مكان احنا عايزين اعرف منك انت المواطن لما بيجي اي مواطن او ست بيت تيجي تشيري منك حاجة هل بيبقى اي رد فعلانة ما بتلاقي الحاجة غالية جنيه عن بارح نص جنيه ببقى الكلام زي عالانة زي عالانة طبعا لان الزبون تعبان الزبون مفيش خالص وانت زي ما انت شايف الزرع غالي البتنجان اللبيع بربعة ونص البسلة بربعة ونص الخضار كله غالي الخيار بقى باتنين جنيه ونص الكوسة باتنين جنيه وباتنين جنيه وربع يعني الزرع كله زي ما انت شايف الفصول بسبعة جنيه ونص البصل بربعة جنيه طب انت شايف ايه اسباب ارتفاع الاسعار هل هو مسلا دلوقتي فيه ازمة سولر فهل ده بيشارك في الازمة دي هل الزراعات نفسها او المحصول نفسه في الارض بيبقى غالي يعني احكي لي المنظومة نفسها بيوصل لك المحصول او السلع اللي انت هتباعها هنا بيوصل لك غالية ازاي بالنسبة للقوطة مبارح العجل ما دخلش اللي هي العربية النقل ما دخلتش طبعا لما ما دخلتش بقت الكمية الليلة فلما الكمية الليلة بقت رفض العسعار في قوطة في السوق الجملة لحد 30 جنيه و25 جنيه واحنا الوقت مثلا بيبقى بجنيه ونص احنا من بعد الثورة دي الوقتي زي ما انت شايف كده السوق السوق دلوقتي كده واقع خالص هنا المغزة انا راجل ما بيتش بقف في المحل كل الرجال انت شايفها الصناعية دي وقفة معايا مفيش يعني حاج متأكد ان فيه ارتفاع اسعار لان فيه بعض الوجات الاخرى بتقول ان ما فيه ارتفاع اسعار لا فيه ارتفاع اسعار الفصولة بسبعة ونص احنا بنبيع الفصولة بكام حطين احنا ثمانية جنيه طبعا فين نقل وفن صناعية وفن عربيات وفن دي وفن دي ما فيش فطبعا كل هاج زي ما انت شايف كده شكرا جدا استوزة دينيا طبعا معانا رأي اخر لاحد احدى المواطنات فضاليا معانا يا حاجة معانا طبعا مواطنة اخرى هي كانت طبعا في السوق هنا بتشتري بعض الحاجات اللي منزلها حاجة طبعا دي صباح الخير في الاول وعايز اعرف منك قوليلي النهاردة وانت بتشتري الاسعار عاملة معاك ايه او شايفاز الاسعار غالية طبعا واحنا تعبانين وكفاية اللي يجي الواحد يروح يجيبها دا الفول غالي واللحمة غالية وكوارع غالية بسلة غالية انا شو حد مش عافي عيني عامليني النهاردة اقعى الغداء معلاش احنا ندخل في البيتش وقالي لي عامليني النهاردة انا نعمل كتبة مستوردة بكم؟ بسبعة و 18 جنيه الكتبة مستوردة ودي بيجيب مرضه ويجيب عيني بسامنتاشر ما انا بقوله اه واحد دا يسمي واحد دا يسمي دا هو كان قافل المحيل عشان حاجة غالية نيجي ناخد منه نقوله بكذا بيزعى طبعا احنا احنا المنفع التامن ربقى بيجيبه بيجيبه عشان الناس الشاري بس احنا بتعبانيه عيه الغالي والمرض طعبنا والدكاترة وكل حاجة اقول ليه الاسعار يعني اكتر حاجات ابنتي جيتو الشيئاتين اه الكمالة كان بخمسة سواتين اه اخدو خمسة واربعين والله 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 العظيم وليس عاملها عمليس الحصوة من ثلاث يام دفع ثلاث تلاث جنيه شكرا جدا لحاجة وطبعا احنا كمان هنروح لدلاتي احد محلات الفراخ ومحل فزارة عشان يعرف برضه اسعار الفراخ واللحمة عاملة النهاردة ايه في السوق بشكرك شكرا جزيلا محمد سعيد الاسعار مختلفة وانا سمعاك حاجة معبدالله عمالة بتاع طاردي لا اه لا احنا مفيش كده فعلا ايه بقى الاسعار اللي شايف انها مش مظبوطة الفلفل ده بستة جنيه اه مش باربعة ولا عمره لا ده حطت عليه ثلاثة مفيش يعني انت حتى تقولله بخمسة يقولك كان زمان واخدبالك مفيش الجزر ده باثنين جنيه اللي حطت عليه جنيه ده باثنين جنيه وباثنين جنيه ونص بقى لما يكون لسه نازل وكده طب ايه بقى المشكلة فين يعني معنى كده انه التجار هم اللي بيعلوا في الاسعار انت لما بتكلمي مثلا تقولله يبني مش لسه يبني كذا يبني يقولك يا حاجة السلار والعربية اللي بتنقل وتروح سق العبار وعبال ما تيجي طيب وفعلا سمعنا يعني البائع الفاضل بتاع الخضار وهو بيكلم محمد بيقوله اه الطماطم مثلا العربية ما دخلتش مبارح وبالتالي قلت فالاسعار ارتفعت هنا التجر خلاص فيهم انه الحاجة تقل من هنا ترتفع الاسعار من هنا هل ده يعتبر مثلا يعني مخالفة ولا ده من حقه ولا هنا لازم يكون فيه رقابة وتدخل من الدولة بص حضرتك الاشكالية باختصار ان فيه منظومة غائبة المنظومة الغائبة اللي هي بين التاجر نفسه المنتج نفسه وبين تاجر الجملة نفسه وبين تاجر التجزئة لحد ما يصل للمستهلك المنظومة دي لها خطوات محددة لو حد خرج عن الإطار بتاعه زي الخطوات المنظومة بتغلى الزارع نفسه اللي هو الفلاح اللي موجود لما الصلار غلي والصرار مش قادر يجيبه بيجيبه الصدى يبقى المكان بتاع الرأي بتاعه مش هيشتغل إلا بالغالي غصبا عنه لازم يغلي السعر الجنينة كان بيبعها بقد كده لازم يغليها شوية تبقى بقد كده السماد والأسمدة اللي موجودة والكيماوي اللي كان بيشتريه بالمبلغ ده زادوا السنة دي في 2012 من 1-1-2012 ل31-12 بما لا يقل عن 45% غصبا عنه كان بيستخدم 3 شكاين للفدان حاجة من الاتنين هيقلل قيمة الكيماوي فجزء من الزرع اللي يطلع يطلع أقل هيخليه بنفس الأسعار ويتزيد 45% فيزيد التكلفة بتاعه كلام منطقي ما يقدرش نتكلم فيه يجي الكلام ده علشان أشيله من على أرضه أو من على أرض الفلاح اللي موجودة أو أديه لسوق الجملة اللي موجود أو للسوق اللي هو ناحيته الراجل اللي قاعد السولار غلي العربية كان بتشتغل ورديتين ورديتين يعني يقدر الراجل يجيب اسطلع العربية وياخد فلوس لها لما يقفلوا كل يوم أربع ساعات يمون يبقى دي مقطوعة من الوردية يبقى قيمة المبلغ اللي كان بيعمله علشان يغطيه 10 ساعات هيعمله هو هو يغل السعر علشان يغطيه 5 ساعات والخمسة الثانيين اللي وقفهم في البنزي هيدفع التمن المواطر اللي بيزن يشتغل وصلنا للكلام ده غالي الراجل التاجر بقى اللي موجود هنا بيقول لك ده انا بروح اشتري لبس العيالي بيجي غالي لانه مستورت مش كده الدولار غلت يقول له طب انت مالكو مال الدولار يقول لحضرتك مانا ابني رايح في الكلية كذا راح يجيب مصطرة حرفي تي لأها غالية ابنت ابنت التانية نزلت جيب الجهاز بتاعها لقيته غالي لان الجنيه قال بالنسبة للدولار لان احنا حتى عندنا لغويا غلط نقول الدولار ارتفع الدولار ما ارتفعت جنيه خفت لان الدولار اقيسه باخواته اخواته اللي هم اليورو اللي استرليني احنا ملناش علاقة بالكلام ده احنا اللي نزل فالراجل اللي موجود هناك بيزود السلع بناء على الكلام اللي موجود ده فتلاقي السلع بتجري السؤال بقى هنا اين تدخل الدولة الدولة لها منافس في البيع عبارة عن 42 الف منفذ اللي هم التلت شركات بتوع الجمعيات التعاونية السؤال هل الدولة عندها استعداد انها تخش زي ما كان زمان الدولار الجنيه لما كان ينزل والدولار نقوله زي ما الناس بتقول سعره جي على شوية ييجي حاجة اسمها الفتوة في السوق المصرفي اللي هو البنك المركزي الدولار ييجي يتلعب فيه حضرتك والحاجة ولا نتفق مع بعدينا نعمل كده نقول والله ايه هنزود ونسحب من السوق 200 مليون دولار يقوم السعر يشد سن يقوم الفتوة اللي هو البنك المركزي جاي ضخخ في السوق 400 مليون السعر يهضر يعني محتاجة تدخل اقتصادي عالي المستوى من البال دولة اللي موجود حاليا ما بيقدرش يتدخل في اي حاجة لا يستورد سماد ليه هو ويوزعه على الناس ولا يقدر يستورد كماه ويجيبه على الناس ولا يقدر يستورد الصلار ويوزعها طيب يا دكتور درواتي لو عندنا سؤال في رأيك موجة ارتفاع الاسعار الاخيرة سببها الدولار ولا الصلار ولا عدم الاستقرار ولا عدم موجود رقابه الاربع مختلف الاربع لازم حركة تختار واحدة شايف ان هي الاهم وحاجة معبدالله بردو الاهم انخفاض الجنيه بالنسبة للدولار يعني للدولار بيبقى الدولار طب ام عبدالله الله يعني انا حس انه ما فيش رقابة ما فيش رقابة ما فيش رقابة فيش استقرار ومشاهدين يعني تصفتكم جاء كتالي الدولار من نسبة 8% هو المسؤول الصلار 3% هو المسؤول عدم الاستقرار 68% عدم وجود رقابة 21% طيب الحكومة مؤخرا وممثلة في وزير التموين اكدهم انه في سلع منخفضة منخفضة السعر هتنزل المجمعات الاستهلاكية اللي بيعاني من ارتفاع اسعار السلع بسبب السلار ولا الدولار ولا ارتفاع الاسعار وعدم الاستقرار وعدم وجود رقابة يروح للمجمعات الاستهلاكية هل ممكن الخطوة دي تساعد الناس ان هي تتعامل مع ارتفاع الاسعار تسهل عليهم عشتهم ده اللي هنتكلم في مع ضيوفنا بعد الفصل موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة